بداية كلامنا عايز من كارلوس كيروش. نظرتك ليه اتغيرت لما احتكيت بيه عن قرب او ايه اكتر حاجة لفتت نظرك في الراجل ده? اول حاجة انا قلت له انا اساسا انا مبسوط ان اقعد معك. عشان انا انا عم تبع من زمان طبعا. اي حد فينا فكور يعني اكيد عارفه. اي. فقلت له انا مبسوط ان اقعد مع يعني واحد من اهم الناس اللي بيجات في مصر. واهم الناس يعني اشتغلت على مستوى العالم يعني. شخصية محترمة جدا. اه متواضع جدا. بيكلم كلام مهم. اه عارف كل حاجة. اه. متابع ادق التفاصيل. اه بيشتغل يعني في اليوم كتير قوي يعني يعني عادة بساعة كتير جدا. اه عارف مركز في كل التفاصيلة مش عارف. ما فيش لعيف في مصر مش عارفه مثلا. اه. يعني انا كانت نعمل في كورة كتير. فراجل جايمت جدا. يعني وجهة نظر يعني استفيد منه بشكل كبير جدا. بغض النظر اه هو اعداد ايه? او هيمشي فين? الحاجات دي كلها انا مش في دماغي خالص انا عايزنا استفيد منه. يعني ان هو يقعد معنا فترة اكتر من الفترة اللي الموجودة دي انا شايف هيفيدنا كتير جدا جدا جدا. لانه عمل حاجات ابراهيم او حاجة واحدة تقريبا. وهي دي اهم حاجة. فكرة انه يبقى عندك يطلع لك لعيبة مش مش باينة. ايه. يطلع لك ناس انت مش عارفهم. صح. اه يعني دي او عارفهم بس ما كانش حد عنده الجرأة ان يجديهم الفرصة. ولا حد كان يقول ان هم هيبقوا كويسين. صح. يعني اه لعيب كويس في الدوري. الواجل اللي عنده القلب ده وعنده الجرأة دي ويشتغل ويشتغل بسيستم مختلف عن الناس كلها بتتفرج. ايه. يعني ديما كل المطشوات ايه ده مش عارف? يقولت لايه في الاخر هو بيعمل حاجة دي ده وشكلها حلو. في الاخر يعني بعد طول العربية الناس. يمكن اطلعت مش عارف معاك واطلعت مع مين. او عكبتش طبير طريبا. ويقول له على فكرة انا وحنا لسه يعني حتى انا برا كنت الاتحاد. اه. قلت له عكبت ان احنا انا انا بالنسباني المكسب ان يطلع لعيبة تلاتة اربعة لعيبة. انا مش راح اكسبة طول العربية. هو راح السنان بفرقة. يعني لسه نصهم كان يعني يعني ما لعبوش في الدولة. ايه صح. انا ابتخب مصر يعني. اه. وما فيش غير تلاتة اربعة هما الاساسيين مسلا حجازي الوينش اه. بس تقريب الشيناوي تقريبا. احمد والسلية. حمد فاتحي برضو لسه بيبتدي يعني مع المنتخب. والباقي كله بيتحط يعني ابو الفتوح والناس دي. لسه صغيرين يعني. فوقت طول انا بالنسباني هو الاسامي اللي بيتلعها دي يستفيد منها. ويفيد معكال منتخب فيها. صح. دي اهم حاجة. انا ده اللي لاستفادة القصوى في. فالحمد الله ده اللي ده اللي حصل في البطولة الافرقية. ان وقت الجد في ناس قلت لك. طب ابيني لو لعب حد من دولة في البطولة الافرقية. اه. يعني هحدث الله. كله قال لك هو بيجرب في كسر عرب. بس وقت كسر امم مش هيعتمد على اي حد من دول. اه. لعب الناس كلها يعني امنعم لعب اهو بقام واحد من احسن السدبكات في البطولة. اه. عمر واحد منا كان احسن مهند لاشين. مهند لاشين. اه حتى ابو الفتوح والناس دي خلي بالك. ما لعبوش بقبل كده. صح. ماتشات رسمية كتير يعني. ايه. يعني ماتش توجو ولا حاجة ماتشين توجو خلاص. وحتى مستوى بالفتوح مع المنتخب غير تغيب مستوى بالزمالك. وما كانش حتى لما تقعد ماتشين بعد كده ما حدش بيقول ابو فتوح ما بلعبش ديه. صح. يعني في تسويق كاس عالم. ملاعب كاس عالم. مع كوبر ولعب مع. بس. انا بكلم حتى على ارضاء الجماهير عن النني. صحيح. يعني بيعمل واجباته على طول. رجل ملتزم بصراحة. لكن اول مرة الناس تحس بالنني كادور في الملعب باين. مع كيروش. صح. مش عايز انا مجد في الرجل يعني بس هو يعني انا شايف عنده حاجة جديدة شوية عن اي حد ما وجيه في مصر.